موسيقى طب توقيتكم مشاهدي الكرام أهلا بكم في صوت اليمن لازلت داعيات جريمة اختطاف النساء واعتقالهم وتعذيبهم في صنعاء واخفائهم في أماكن خاصة خارج مباني الدولة أو أعين الناس لازلت الحديثة الشاغل للجمهور اليمني في الداخل والخارج السؤال من الذي أبح لهذه العصابة أعراض اليمنيين كيف صار الناس اليوم بلا إحساس بلا نخوة بلا غيرها لماذا تقذف نساء اليمن على مرأة ومسمع ولا يقف أحد إلى جانبهم ربما هو القذف واتهامهم بما ليس فيهم كي لا يقف أحد إلى جانبهم أيضا كي لا تخرج المرأة للمطالبة بحقوق المجتمع في الحياة بعد أن أجز عنها الرجال وصلتنا رسالة من إحدى الفتيات تقول أنا على مدى شهرين تعرضنا هي وزميلاتها للتعذيب والحرق وكان يتم إطفاء السجائر على أجسادهن ماذا أقول تعرضا للإقتصاب والتصوير تعرضا للإبتزاز المالي هن وأهالي هن شيء مؤسف شيء لا يحتمل يعني وعدت بأنها هي على ربما على وشك الخروج من صنعاء أو صبحت ربما في مكان آمن الآن ستفضح كل الممارسات وكل الجرائم التي شهدتها في السجون رسالة أيضا من النائب أحمد سيف حاشد يخاطب فيها الدجال عبد الملك الحوثي يقول له إذا لم تستطيعوا حماية أعراضنا فأفسحوا لنا المجال كي نغادر صنعاء مطلوب من اليوم من مجلس النواب أن يقف وقفة تحسب له إلى جانب اليمنيين إلى جانب اليمنيات هناك من سيقول من سيتهم هؤلاء الفتيات بتهم مختلفة من هذه العصابة إذا كنتم صادقين لماذا تضعونهن في أماكن خاصة في فلال خاصة ولماذا يتردد عليها المشرفون ولماذا هذه الإساءات البالغة لماذا لا يتم حالتهم للنيابة ليأخذ الجزائرين إن كنا مسيئات فعلا بنظاركم ومن سنناقش هذا الموضوع ومواضيع أخرى ضيفي في الأستوديو لكن بداية هناك بعض المستجدات اليوم سبعة من عناصر الميليشيا الحوثية لقوا مصرعهم في قصف مدفعي شنة القوات المسلحة على مواقع لهم في جبهة الشامية شمالي غرب محافظة صعدان واستهدفت المدفعية غرفة عمليات الميليشيا في جبل آل قراد الاستراتيجي أثناء اجتماع كان يضم عدد من قيادتها الميدانية وفي تعز لقى عدد آخر من عناصر الميليشيا مصرعهم في غارات جوية استهدفت تحركات لتعزيزات الميليشيا في جبل البرقة كانت في طريقها إلى الجبح إذن رغم مكانة المرأة في مجتمعنا إلا أن هذه الجماعة لا تزال تمارس هذه الجرائم والانتهاكات بسرني أن أرحب بضيفي في الأستوديو الأستاذ وليد الأبارة رئيس قسم البحوث والدراسات في وزارة حقوق الإنسان وأبدأ معك المقاش وراكم بعد فاصل قصير أهلا بكم مجددا مشاهدنا الكرام أجدد ترحبك أستاذ وليد مع تصحيح التعريف من دير مركز الدراسات والبحوث في وزارة حقوق الإنسان أهلا ما سهل لك البداية هناك سبعين أل سبعمائة خمسين ألف نازحة منذ سيطرة الميليشيا الحوثية على مؤسسات الدولة وأربعين ألف انتهاك سجلت خلال أربع سنوات هل تستحق هذه الأرقام أن نتساءل عن دور الوزارة وأدوار أخرى في الحقيقة دعنا سأتطرق من الجرائم التي تصنف كجرائم حرب أولا التي هي قتل المدنيين وما ضمن هنا النساء طبعا هناك حالة 886 حالة قتل بين صف النساء وهناك أكثر من ألف وثمانمائة امرأة مصابقة بالإضافة إلى أنه 60% من إجمال النازحين الأربع مليون نازح يمني من النساء والأطفال 60% ارتفع نسبة الزواج بين الصغيرات بنسبة 60% هناك انتهاكت أيضا تتعلق بنوع الجنس تشمل سواء للتحرش أو الاقتصاب 21% من إجمالي عد النساء في اليمن يعيلين أسرها تحت سنة 18 نحن نتحدث عن الأطفال والنساء هما أكثر شريحتين تعرضتها للأضرار البالغة والفادحة منذ الإنقلاب المنشاوي على الشرعية الدستورية واجتياح المحافظات اليمنية بالإضافة إلى أن هذه الانتهاكات تجاوزت ما هو معلوم سواء فيما يتعلق بالقانون الدولي الحقوقي أو فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني أو فيما يتعلق بالعرف وأيضا التشريعات الدينية والقبلية والعرف الدولي العام نحن أمام ميليشيا مثلها مثل أي جماعة إرهابية أو مثل ما يطلق عليها المفكرون في الفترة الأخيرة الصنف الثالث من الإرهابين والجيل الثالث من الإرهابيين هذا الصنف الجديد من الإرهابيين قاموا بارتكاب جرائم ربما هذه الجرائم ليس لها نظير في التاريخ البشري منذ فجر الإنسانية حتى لهم هذا ما أشهدناه فيما يتعلق بما ارتكبته داعش بالعراق ضد اليزيديين أو ما يقوم به الحوثين الآن ضد اليمنيين الموجودون أو الذين يقيمون في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم هناك حالة هستيرية حالة سادية داخل هذه الجماعة رأينا كيف يتم التعذيب من أجل التعذيب حينما قابلت الكثير من الذين تم الإفراج عنهم بعضهم كان مصب سواء بشرا نصفي بعضهم كان معاق ذهنيا البعض أصبح يعيش حالة نفسية البعض أصيب بالعديد من الجلطات بعضهم يعيش بالفعل حالة مقعدة أصبح يتبرز ويحمل على نقالة هؤلاء حالات تم خروجهم من السجن وأيضا جلس معهم سواء مع فرق من الوزارة الاستماع إلى قصصهم الإنسانية وطرائق وآلية التعذيب الذين كانوا يتعرضون لها والأسئلة التي كان يوجهها لهم المحققون الحوثيون داخل هذه السجون وما هي التهم الذي تم تلفيق لهم وتكتشف على أن بعض هؤلاء الأشخاص الذين تم تعذيبهم لا يشكلوا عبارة عن رقم سياسي أو رقم اقتصادي على سبيل المثال أو حتى رقم اجتماعي أو حتى ليسوا كتاب من الطراز الأول وليسوا جزء من تركيبة المعارضة لهذه الميليشيات إذن لماذا كان يتم ارتكاب هذه الجرائم ستكتشف على أن هناك سادية داخل هذه الجماعة هناك شوفينية مطلقة هناك خصومات على أساس عرقي وعلى أساس ديني وعلى أساس طايفي يمارسون التعذيب من أجل التعذيب هناك كره محدق بكل طوافة اليمنية لديهم ولو تتأدى لهم الفرص سيقومون بإبادة هذا المجتمع عن بكرة أبي فيما يتعلق بما نسميه بجريمة حرب فيما يتعلق باعتقال النساء وظهور هذا إلى السطح هذا ليس جديدا لكن فقط انتقلت القضية من الأمد الداخلي لماذا النساء تحديدا يتعرض لكل هذا الظلم من ضمن القصص التي وصلتنا لوزارة حق الإنسان بشكل عام أنه إذا هناك حوثيات موجودات في حارة معينة بمجرد معلم أنه امرأة معينة في الحي لديها ذهب كثير امرأة معينة لديها ابن مقترب في امريكا لديها ابن يعمل في أحد المنظمة الدولية أو لديه لا بأس في رأس مال داخل اليمن ويعمل كتاجر أو نصف تاجر أو تاجر بالجملة يتم ابتزاز هذه الأسرة سواء باختطاف طفل أو امرأة أو اختطاف يعني جزء من عملية تجويع الشعب بأكمل لا جزء من ابتزاز يعني كي لا يصبح أحد عنده مصدر داخل أو رأس مال كبير أو كذا يظل المال يتركز في أيدي هذا العصابة طبعا أنت عند حينما تنهر مؤسساته لماذا كان الحوثيين يهاجموا المؤسسات الدولة لأنهم يريدون أن يقوضوا سيادة القانون لماذا يريدون أن يقوضوا سيادة القانون يريدون أن يقوضوا سيادة القانون كل ما يحلو لهم وكل ما تشتهي غرائزهم الحيوانية لأننا أمام الطائفة ما قبل دولتية وما قبل مجتمعية حتى نحن أمام حالة بغيظة يعني حالة بداية جدا هذه المؤرسات لم ترتبط الله مع الحيوان الأول أو مع الإنسان الأول البداي منذ فجر التاريخ هذه اللي عملنا راها اليوم وهي جزء من سلوكهم أنت إذا قرأت تاريخ الإمامة ستجد على أن عناصر الصد وعناصر الجنس هذه أشياء ارتبطت بالإمامة ارتبط وثيق لو قرأت كتب التاريخ ستجد على أن كل المؤرخين حتى المؤرخين الذين كانوا يرافقون الأئمة في الماضي ستجد على أنه يتحدث على أنه مثلا عبدالله بن حمزة نزل إلى الحديدة وتم سبي 700 امرأة من المرتدين ولكذا ثم مارس عبدالله بن حمزة معنا الجنس لمدة شهرين متتالين هذا ما كتبه المحققون عن هذه الجماعة موروثها التاريخي موروثها الثقافي لا وعيها سواء في وعيها الباطن أو الواعي ستجد على أنه هذه الجماعة ارتبطت سواء ما يتعلق بنهب الأراضي نهب الأراضي الزراعية السيطرة على سوق العقارات وما يتعلق بالجنس وتدمير سمعة المجتمع إخلاقيا ضرب هذا المجتمع إخلاقيا لكي لا يستطيع هذا المجتمع أن يقف على قدمه ليكون ماكينزمات دفاعية للدفاع عن نفسه للدفاع عن عرضه للدفاع عن وطنه نجد على أنه كان يتم اتهم المعارضين سواء بالردة اتهمهم بأنهم منحرفون إخلاقيا اتهمهم بأنهم خونا أو عمرا كل هذه التهم كانت لتخويف المجتمع والسيطرة عليه نهب ثرواته وصحب أي قاعدة يمكن أن يستطيع هذا المجتمع أن يقف للدفاع عن نفسه هذا ما نشاهده اليوم فيما يتعلق بالتشويه أعراض اليمنين فيما يتعلق بفتزاز النزاو محاولة أزدادت شهوة الميليشيات صحيح كان هناك عملية استغلال للمجتمع لكنه تم مأسستها أنا أقول أنه كان يجري حالة من الانتهاكات من خلال المواجهات أو بالطريقة الملتوية خارج المؤسسات أو خارج العصب القيادي التراتبي داخل ميليشيات الحوثي لكن بعد أن بدأت بعض الاحتجاجات سواء فيما يتعلق بمهات المختطفين أو الاحتجاجات التي بدأت داخل جامعة صنعاء بدأت بعض المظاهرات أيضا بعد الأحدث سبتمبر الذي تم فيها اغتيال علي عبدالله صالح بدأت دعوات المظاهرات بدأت المرأة تتخذ على عاتقها مجموعة من المطالب المعارضاتية وبالتالي هنا لجأ الحوثيون إلى توجيه وزارة الداخلية والبحث الجنائي والمؤسسات التي يسيطرون عليها وبشكل منظم بأنه يجب إطفاء هذا الصوت يجب إخماد هذه الحركة النسوية يجب إخماد أي محاولة يمكن أن تشكل ضاغط احتجاجي أو ضاغط سياسي عليهم داخل المناطق التي تصل على وبالتحديد داخل محافظة إب وبالتحديد وصنعاء كأكثر المحافظات يوجد في حركة نسوية نشطة وبالتالي أصبحت هذه الجماعة عبر الأجهزة التي تسيطر عليها تمارس كل هذه الجرائم بشكل منظم بشكل احترافي بشكل مهوس وبالتالي المجتمع أيضا لأن نحن نعيش في مجتمع محافظ لا يوجد هناك حالات على الرغم من كل الحالات التي تم رصدها سواء من قبل منظمة المجتمع المدني أو سواء ما يتعلق البلاغات قليلة البلاغات لأن المواطن الذي عيش داخل صناعة حينما يتم اختطاف بنته أو يتم اختطاف زوجته أو يتم اختطاف أمه لا يجد هناك ملجأ إلا في حالة واحدة إذا استطاع أن يسحب باقي الأسرة إلى مناطق التي تسيطر على الشرعية ومن هناك يبدأ يصعد فيما يتعلق بهذه القضية لكن أولئك الذين يقبعون داخل مناطق السيطرة الشرعية أو داخل مناطق الحوثين عفواً لا يستطيعوا ليس لديهم مأوى داخل اللجوء إليه هناك جماعة إرهابية في حالة أنه وفي نفس الوقت يخافوا أيضا من السمع التي قد تلحق بهم لأن هذه الجماعة تواجههم بابتهم القذف للنساء صحيح وأيضا هناك في حالة التصعيد هناك عملية الحوثيون يستخدمون العنف المميز في حالة ذهب البعض إلى التصعيد عن طريق القبيلة التي ينتمي إليها أو عن طريق الجهة التي ينتمي إليها للتصعيد حتى بمحاولة تجميع 5 إلى 10 أسخاص أمام بوابة البحث الجنائي أو من بوابة الأمن السياسي أو من مزارة مبنى الداخلية هؤلاء يمكن يواجهوا بالأعير النارية المباشرة إذن نحن نتحدث عن جماعة ترتكب الجرائم ومن ثم تطلق الرصاص في حالة وجود أي ردة فعل من قبل المجتمع لديها الأعير النارية جاهزة ولديها التهمة الإخلاقية جاهزة ضمن قوالب معينة لكن ماذا عن الأغراض؟ هل هو فقط ابتزاز سياسي أم أنه هناك ابتزاز آخر لأنه حسب الإفادات التي وصلتنا بأنه المدعو سلطان زابر المتهم الرئيسي في هذه القضية اشترى مؤخرا في 160 مليون بالإضافة إلى عدد من السيارات وما خفيها طبعا كان أعظم أنا أقول أنه لو حاولنا أن نبحث في الدوافع سنجد على أن هذه الدوافع مختلطة أولا لا يوجد شخص سوي يمكن أن يقوم بمثل هذه الأعمال من ناحية هذه شخصية سكوباتية أنا أقول حالة سادية أولا إذن نحن نتحدث عن جماعة طائفية مريضة هذه الجماعة تحمل عداء للمجتمع اليمني عداء تاريخي وعرقي ومذهبي هذه هي العقيدة الإيدولوجية التي تشكلت دافع الذي من خلاله تقوم هذه الجماعة بممارسة هذه الأعمال القذرة ولكن أيضا هناك دوافع داخل هذه الجماعة من قبل أشخاص متنفذين أيضا بعضها ربحية وبعضها أيضا سياسي أنا أقول سياسية على الرغم أنه لا يمكن أن تؤدي الخصومات السياسية أي أن كانوا هذه الخصومات إلى ارتكب مثل هذا الجرائم لا يمكن أن يكون الدافع أنه يمكن أن يحقق شخص عملية إثراء معين من قبل احتجاز النساء والمتاجرة بها إلا في حالة نادرة جدا عن طريق إصابة المافي لكن نحن نتحدث عن عمليات إجرامية منظمة عن طريق المؤسسات التي يديرها الحفظين نحن نتحدث عن فكر الجماعة المليشيوية ضمن الشكل العقائدي المكون لهذا الفكر إذن نحن نتحدث عن خصومات عرقية بالدرجة الرئيسية هؤلاء يعتقدون على أن الإيمانيين هم أعداؤهم وبالتالي يرون على أن استباحة دماؤهم وعراضهم هي عبارة عن جزء يقربهم من الله زلفاء هذه الجماعة جماعة إرهابية مثلها مثل داعش يعني يسترخصون دماء الناس يسترخصون أعراضهم أنت تحدث على أنه وصلت الحال بالحفظين على أنه يمكن كسر الشيخ قبلي في منطقة معينة ثم يأتون الضغط عليه لمصاهرته من أجل احتوائه وكي لا يكون لك ردة فعل في المستقبل نحن نتحدث عن جماعة لديها استراتيجية من خلالها تقوم بالسيطرة واستيعاب تمرد القبيلة احتجاج القبيلة احتجاج المجتمع المجتمع المدني إذن هذه سياسات ضمن استراتيجية الحوثيين للسيطرة على المجتمع اليمني لتذويب هويته لابتزازه لتشويهه أخلاقيا لضرب هويته في العمق إذن نحن نتحدث عن عمليات إجرامية متكاملة كلها تعد جرائم حرب جرائم بحق الإنسانية وبالتالي جماعة مثل هذه الجماعة لا يمكن بأي حال من الأحوال تهذيب سلوكها ما لم يتم هزيمتها عسكريا وصحب أسلحتها بدون هذه الهزيمة العسكرية دعني أقول لا مجال لأي حل معهم ولا مجال للردع هذا السلوك ولا مجال بأي حال من الأحوال لهذه الجماعة أن تتأنسن في المستقبل مثلها مثل داعش لا يمكن على الإطلاق نعم إذن الصمت المريب من قبل المنظمات الدولية في هذا الجانب يعني هو معل سؤال كثير من الأطراف يعني لماذا تتحرك فقط هذه المنظمات يعني في قضايا معينة لكن القضايا التي تمس اليمنين وتمس عرض اليمنين يعني حياة الناس يعني اليوم الناس يعني يضغط عليهم بسبب هذه من خلال هذه التصرفات من خلال هذه الانتهاكات كي لا يرتفع صوت مطالب بالحرية صوت مطالب بالعدالة الاجتماعية أي شيء يعني على الأقل بالحقوق الأساسية للمواطن ولي الشعب في حين نجد أنه المنظمات تلعب فقط أدوار سياسية وتناول في المربع السياسي أشوف في جزئية في هذا الموضوع دعني أقول لك بصراحة أولا الحوثيون قاموا بعملية ذكية جدا بعد سيطرتهم على صناعة أولا قاموا باجتثاث الإعلام والصحافة من المناطق التي يسيطرون عليها يكاد لا يكون هناك أي صحافة أو إعلام موجود داخل المناطق التي يسيطرون عليها عدى تلك المسائل التابعة لهم والواقعة تحت سيطرتهم بالضبط فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني لا يوجد أي منظمة محايدة على الأقل أنا أقول محايدة بالحد الأدنى تعمل داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين بشكل أو بآخر وأيضا تم تقليص نصات المنظمات الدولية ومراقبتها إلا أن تكن مختلقة من قبلهم وبالتالي لا يوجد آلية رصد دقيقة من داخل مناطق سيطرة الحوثيين بما فيها آليات الحكومة الشرعية والتحالف لأن الحوثيين كجماعة إرهابية مغلقة استطاعوا أن ينغلقوا على أنفسهم ومن ثم استخدموا آليات عنفية شديدة القطورة في كل من يمكن أن يشتبهون به أنه صحفي مرتبط بوسائل إعلام سواء داخلية أو خارجية أو منظمة لديها مشاريع يتعلق بالرصد والتوثيق أو فيما يتعلق بالجوانب التنمية أو الجوانب الإغاثية والحقوقية إذن نحن أمام منطقة شبه معزولة لا يصلنا من هذه المناطق التي يسيطرون عليها إلا ما يخرج عن شبكات التواصل الاجتماعي وهي حالة نادرة جدا أو بعض المواطنين الذين يستطيعون بشكل أو بآخر أن يخرجون بعض الممارسات أو الانتاكات الذين تعرضونها أو أولئك الذين لهم أقارب متواجدون خارج البلد ويعلمون بهذه وقومون بتسريبها هذا فيما يتعلق من ناحية المنظمات الدولية تتواجد في مناطق الشرعية وبالتالي أحيانا يأتي الأشياء المؤسف أنه تتواجد هذه المنظمات داخل مناطق الشرعية وتظل تعمل من داخل مناطق التي تعمل فيها المجال بحرية ولا تستطيع أن تخترق الحجوب بشكل أو بآخر ناهيك أن المجتمع الدولي بشكل عام وبالتحدي منظمات المجتمع الدولي للأمانة كان هناك ازدواجية فاضحة فيما يتعلق بتطبيق قانون الدولي الإنساني على الأقل لو قارننا بالأزمة اليمنية والأزمة العراقية والأزمة اليمنية والأزمة السورية والأزمة أيضا الليبية ستجد على أن المنظمات المجتمع المدني كان لها موقف صارم فيما يتعلق بداعش في العراق ومساند للحكومة العراقية حكومة العبادي أثناء منتشر داعش فيما يتعلق باليمن تجد على أن المنظمات أصرت على التعامل مع الحلثيين وتم تجاوز الحكومة الشرعية سواء حكومة بحاث ومن بعدها حكومة الدكتور أحمد عبد المندق ولا تزال بعض المنظمات إلى اليوم تصر على التعامل مباشرة مع الحلثيين إلى صنعاء فيما يتعلق سواء بالجوانب الإغاثية أو فيما يتعلق به ربما نعذرها في هذا الجانب لأنه من لم يتعامل معها أو يعطيها تلك المساعدات يدا بيد فإنه سيكون بنظرها خائن جاسوس يعمل لصالح دول معادي صحيح ناهيك أن الحوثيين دائما خيارتهم أو سياستهم ترتكز على العدمية إما أن نحصل على كل شيء أو لا نحصل على شيء الجماعات أو المنظمات الدولية التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع أن تشترش شيء ولا تستطيع أن تنفذ أي جزء من سياستها لأن الحوثيين إما أن يحصلوا على كل شيء ليسمحوا لها بالدخول لتعمل داخل مناطق التي يسيطروا عليها أو يجب أن ترحل هذه المنظمات وبالتالي كثير من المنظمات قدمت تنازلات كثيرة جدا فيما يتعلق للحوثيين هذا فيما يتعلق بالجانب لكن هناك نقطة معينة هو موضوع الحماية موضوع الحماية ذكرة الحماية في وثيقة حقوق الإنسان عشر مرات نحن نتحدث على موضوع حماية المدنيين من القتل وبالتالي حماية الأطفال والنساء بدرجة رئيسية ومباشرة المجتمع الدولي حتى اليوم لم يقم بما يجب لم يقم الأمم المتحدة بالدورة التي من أجله أنشأت ولا مجلس حقوق الإنسان ولا المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذه المؤسسة لم تقم بواجبها كما يجب فيما يتعلق بحماية المدنيين ومن ضمنهم شريحتها الأطفال والنساء في اليمن لم تقم الأمم المتحدة ولا مجلس حقوق الإنسان بأي قرارات من شأنها أن تحجم هذه الممارسات لم تتخذ عقوبات صارمة سواء على القادة الأمنيين المباشرين سواء على القادة الميليشاوين الموجودين التابعين للجنة الثورية أو التابعين للجهزة التابعة لهم لم تستهدف قيادة من الصف الأول ولا من الصف الثاني ولا من الصف الثالث وبالتالي الحوثيون بسبب الإنقسام الدولي فيما يتعلق بالملف الإنساني والملف الحقوقي وحتى بالملف السياسي وجد الحوثيون غطاء دولي وجده مساحة أمامهم الاستمرار في هذه الجرائم بالإضافة إلى أن المجتمع اليمني المنقسم على نفسه سياسيا واجتماعيا لعب دور جدا في عدم كبح جماعة الحوثيين لو توحد المجتمع اليمني بكل فآته السياسية والاجتماعية والقبلية لما تمرأ الحوثيين ولما أوغلوا في هذه الجرائم البشعة والذي بالفعل تعد جرائم لم يشهدها مجتمعنا في العصر الحديث وهي جرائم غريبة غريبة ليس فقط عن المجتمع اليمني ولكن حتى عن المجتمع العربي والإسلامي صحيح إذن المرأة اليمني رغم الأوضاع الصعبة التي تعيشها في هذه المرحلة لم تفقد الأمل ولا يزال بمقدورها تجاوز مرحلة الميليشيا الحوثية الكهانوتية وهذا التقرير يسلط الضوء على أدوار المرأة تابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش أكثر من أربع سنوات من الانتهاكات الحوثية المستمرة ضد كافة شرائح المجتمع وكان للمرأة النصيبة الأكبر من تلك الانتهاكات وخلال السنوات الماضية تعرضت المرأة لانتهاكات واسعة من قبل الميليشيات الحوثية متخطية كل الأعراف والقوانين الدولية وتنوع أشكال تلك الانتهاكات ما بين الاعتداء بالصواعق الكهربائية والانتهاك اللفظي والاعتقال والإخفاء القصري وابتزازهن وأجبار بعضهن على الاعترافات الكيدية المرأة اليمنية لا تزال تدفع ثمن فاتورة سطوة الميليشيات حيث أصبحت أما مقتولة أو مسجونة أو أرملة لفقدان الآلاف الأزواجهن أو متسولات بعد أن دفعنا الفقر للخروج إلى الشوارع المدى يديهن من أجل لقمة عيش تبقيها على قيد الحياة أو في الشوارع تجمع ما تسهل لها من أخشاب أوراق لتواجه بها أزمة الغازل الخانقة هذا حرام يتفرق علينا لأن العالم كامل ونحن نروح كذا مؤخرا أقدمت ميليشيات الحوثي في انتهاك صارخ لكل القيام الإنسانية والدينية والأعراف القبلية اليمنية على اعتقال عشرات الفتيات عبر مئات المسلحين والمجندات الزينبيات واعتدوا عليهن بالضرب بالهراوات والصواعق الكهربائية ومن ثم اعتقالهن وسجنن في سجون سرية انتهاك مخجل لكرامة المرأة اليمنية التي كانت مصانة من قبل مجيء الميليشيات الحوثية وأنما يجري ضد المرأة لم تأهد اليمن من قبل حيث باتت تلك الميليشيات تشكل خطرا على المجتمع وقيام التعايش والسلام وتمثل تهديدا متناميا يسعى لطمسي هوية اليمن وفرض هوية طائفية دخيلة على المجتمع اليمنى الميليشيات الحوثية لم تحترم عرف عادات وقيم المجتمع وحتى لم تحترم الدين الإسلامي الذي كرمها وتغض الطرف عن مكانة المرأة وتقديرها التي وضعها الله بمكانة عالية أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام لا شك أن المنظمات الحقوقية الموجودة داخل البلد لا تتحمل مسؤولية كبيرة خصوصا بعد صدور أوامر بوقف تصريح لأي جهة لأي وسيلة لأي اتحاد لأي منظمة لأي جمعية كل منظمات المجتمع المدني اليوم ممنوعة إلا باعتبارات خاصة واستثناءات خاصة من مكتب المدعو مهدي المشاط إذن لم نعول كثيرا على نشاط المنظمات المدنية في الداخل لكن هل من بدائل أخرى لرصد هذه الانتهاكة وتثيقها قبل إحالتها إلى الجهات الحكومية والقانونية هو يوجد راصدين سرين سواء تعلق باللجنة الوطنية للتحقيق وأيضا لوزارة حقوق الإنسان لكن دعني أقول على أن هذه الأدوار يجب أن تعزز بكثافة ويجب أن تخصص ميزانية كبيرة جدا من قبل السلطة الشرعية فيما يتعلق بالرصد داخل المناطق الشرعية داخل المناطق التي سيطر عليها الحوثيون هذا يجب أن نعول على الآلية الوطنية من أجل إقامة تقاضي وطني مستقبلي لمحاكمة هذه الهولاء المجرمين المتورطين بجرائم الحرب وجرائم الإنسانية هذا من ناحية رئيسية يجب تخصيص وفتح الأرقام الساخنة هذه الأرقام من خلالها يتم استقبال تصلاة المواطنين يجب أن تعين بقرارة شكل هيئة من أجل الاحتفاظ بمصادر البعلومات وصيانتها أيضا وصيانة حياة الشهود أيضا وهذا يحتاج إلى تخصص ميزانية وتخصص آلية خارج إطار الآلية المعهود عليها نحن نتكلم عن كثير من الآليات الحقوقية سواء أو القضائية التي تعمل هي تعمل لا زالت تعمل في ظروف شروط الدولة في الحالة الطبيعية بينما يجب استحداث إدارات ومؤسسات وآليات لمواجهة الحالات الطائرة التي نحن نرها الآن نحن نجد على أن هناك مجتمع في الداخل يتعرض لأبشع صنوف القتل والابتزاز والتعذيب وحتى الاقتصاب وأيضا التعذيب حتى الموت داخلها يعني حتى الآن ما يصل إلينا من معلومات ومن أرقام يلا تمثل ربما عشر في المئة مما هو حاصل فعلا صحيح وفي هذه الحالة يجب على أن يكون سواء الاستجابة عالية جدا بالإضافة إلى أنه يجب فتح محاكم أنا أقول أنا على أنه من العار أن لا يكون لدينا الآن محكمة تنظر في القضاء المستعجلة يجب محاكمة هؤلاء القتل والإرهابيين بشكل غيابي في مناطق الشرعية ويجب إصدار أحكام تشكل مرجعية قانونية وإخلاقية سواء لهذه السلطة التي لازل القيامة في سلطة الشرعية في قيادة فخضة رئيس الجمهورية أو في أي سلطة ستنبث يقفل في المستقبل هذه جرائم لا يجب أن تسقط بالتقادم ولا يجب التعويل على رفع التقارير للمنظمات الدولية إذا لم يكن لدينا قضاءنا الوطني القادر على الانتصاف للمواطنين لن يكون هناك دولة في المستقبل لن يكون هناك سلام في المستقبل هذه حقيقة يجب أن نعول على قضاءنا الوطني قضاءنا الوطني الآن يجب فتح محكمة للقضايا المستعجلة يجب داخل أراضي اليمنية بالضبط في عدن يجب هذه الآلية القضائية أن توفر فرص لوصول هؤلاء المواطنين الذين تعرضوا لمثل هذه الحالات واستقبالهم محمية تشهد وأيضا رفع محاكمة مستعجلة ضدها حتى بشكل غيابي وأيضا اصدر يبقى حفظ الحقوق وهذه العصابات وأفرادها لن يفلتوا سواء اليوم أو غدا صحيح لكن الآن إليزا الحوثين أمامهم الطريق الاستجابة الوطنية أنا أقول أن الاستجابة الوطنية ليست كما يرام ويجب بالفعل أن تتخذ هناك خطوات حاسمة فيما يتعلق بمحاولة الردع وكبح جماع هذه الجماعة المتوحشة والانتهازية وأيضا يجب أيضا إقامة تواصل مع سواء التحالف العربي من خلال الجامعة العربية وآلياتها القانونية وأيضا من خلال برلمان العربي أيضا من خلال المجتمع الدولي والآليات القضائية أيضا اللجوء حتى المحكمة الجناية الدولية فيما يتعلق نحن نتحدث عن جرائم ضد الإنسانية بشكل واضح وصريح نحن نتحدث عن جرائم حرب موثقة بل أنهم حتى يوثقونها نحن نتحدث عن جرائم تفجير المنازل تجد على أن الحوثين يوثقوها بإنفسهم ولا يحتاج سواء المحاكمة الوطنية المتخصصة ولا المحاكمة الدولية إلى بذل جهد كبير من أجل التحقق من إن كانت هذه الجرائم قد حدثت فعلا أو لا متحدث نحن نتحدث عن جرائم وثقة وجرائم يمكن أيضا توثقة في حالة تم عمل آلية محددة لمتابعة تفاصيل هذه الجرائم وتوثيقها بالشكل القانوني وحفظ الأدلة والشهود وبالتالي قامت محاكمات عادلة ونزيها وسريعة ضد هؤلاء المجرمين هذه ربما تشكل فارقة فيما يتعلق بالقانون اليوم لأننا نتحدث عن بلاد كانت العدلة فيها مغيمة منذ مقتل الرئيس إبراهيم الحمد لله إلى اليوم يعني تخيل على أنه وكل الجرائم تقيد ضد مجهول يعني نتحدث عن بلاد مفتوحة على مستوى الجرائم إذن لابد من عمل حد وهؤلاء جاءوا على بيئة خصبة لممارسة الجريمة المفتوحة ولأنهم يمارسوا الجرائم المفتوحة بشكل مرعب وفي كل الاتجاهات وبكل يزر أصبحت الطلقة بالفعل ربما أرخص من جمجمة الإنسان اليمني داخل هذه المناطق بسبب أن هذه الجماعة لديها غطاء دولي متساهل ولا يوجد من الروادع الإخلاقية التي يمكن أن تكبحهم ولا يوجد آليات أنا أقول وطنية ذات كفاءة عالية تستطيع أن تعمل للضغط لكن نحن نتحدث عن هذه المرحلة لا يمكن مقارنتها بأي مرحلة سابقة نتحدث في مرحلة سابقة رفعت قضايا ضد الدولة وكسبها أشخاص ذكر أنه في صحف رفعت قضايا ضد وزارة الإعلام وكسبتها وأخذت تعويضات أيضا يعني لا مجال لمقارنة هذه أنا أقول صحيح أنا أتحدث عن ما مدى قدرة القضاء في تاريخ الدولة اليمنية على محاسبة القتلى وعدم إفلاتهم من العقاب نحن نتحدث على أن هذا القضاء الوطني للأسف السيد لم يكن كما يجب يعني مقارنة القضاء اليمني بالقضاء المصري بالقضاء الفرنسي بالقضاء المغربي على سبيل المثال تجد على أنه في فرق كبير جاءت الميليشيات الآن وزادت التهمة ما تبقى من هذه الدولة التي كانت ضعيفة ومؤسساتها محدودة القدرات ليصبح كل شيء أمامها مفتوح إذن نحن الآن بحاجة إلى عادة تفعيل قضاءنا الوطني إلى انتصارنا لهذا القضاء ولهذه المؤسسة وأيضا محاولة دعمها وتطوير مؤسساتها وتدريب وتأهيل قضاتها كي يستطيع هذا القضاء في هذا الظرف الحاسم والصعب أن يمثل على الأقل حاجز أخلاقي نقول لا يستطيع بالفعل الآن القضاء لو أقمنا محكمة للنظر في القضاء المستعجلة داخل المناطق الشرعية في مأرب أو في عدن أو في حضر موت أو في المهرة أن تجلب علي أبو الحاكم مثلا أو تجلب أيضا وزير داخلية الحوثيين أو رئيس أركانهم في هيئة الأركان أو مشرفيهم المباشرين لكن على الأقل تستطيع هذه المحاكم فيما لا تم دعمها أيضا ومساعدتها أن توفر محاكمات ومرافعة عادلة يمكن أن تحفظ حقوق الضحايا نحن لا نتحدث على قدرة الشرعية على محاسبة الجناة والمجرمين الآن هؤلاء القتلة في الظرف الراهن لكن على الأقل يجب حفظ حقوق المظلومين والمضطهدين في هذه المرحلة هذا أقل ما يمكن أن يعملوا بدون قضاء بدون محكمة متخصصة لا يمكن بأي حال من الحال حفظ هذه الحقوق حفظ هذه الحقوق لا يمكن أن تحفظ بمجرد تقرير رفع المنظمة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان نحن ندرك على أن مجلس حقوق الإنسان هو مشكل من الدبلوماسية الدولية لهذه الدول موجودة لأعضاء فيه وبالتالي القرارات التي اتخذت داخل المجلس هي قرارات تعبر عن مصالح الدول الاقتصادية والسياسية ولا تنتصر لحقوق الضهاية هذه حقيقة يجب أن نعيها اليوم وأن نركز على قضاءنا الوطني وعلى آلياتنا الوطنية سواء في التحقيق والتقاضي إذا ما صدرت هذه الأحكام من قبل قضاء الوطني ستكون مقبولة في الخارج ويستم بالتعاطي معها صحيح أن نحن دولة ذات سيادة والمجتمع الدولي كله يعترف بالحكومة الشرعية وفي حالة وجودت محكمة متخصصة في هذا الظرف ستصبح أحكامها موجودة على المستوى الداخلي يعني على الأقل سيتم تعقب هؤلاء الجناء بالفعل إذا ما صدرت أحكام قضائية جاههم وإذا ما أصر القضاء الوطني في حالة عجزه أو في حالة موافقته أو إرادته إذا رأى القضاء الوطني في المستقبل على أنه يجب الاستعانة بمحكمة دولية متخصصة نظر في هذا الجرائم سيكون له ذلك وآلية سهلة جدا وإذا هو يرى على أنه بإمكانه بالفعل أن يراهن على نفسه وعلى المستقبل في الوصول إلى هؤلاء الجناء والانتصاف للضحايا سيكون هذا ممكن نحن نتحدث على السلام أي سلام يمكن الحديث عنه اليوم إذا لم ينتصر للضحايا وإذا لم يوفر الحق في العدالة للضحايا والحق في الإنصاف والحق في التعويض لا يمكن لأي سلام أن يصمد حقيقة إذن نحن نتحدث على أن القضاء يجب أن يكون دور محوري في هذه المرحلة وحاسم ومركزي طيب هذا ما يتعلق بالقضاء ويعني أهمية أنه يكون هناك متابعة للجناة ومحاكمتهم أولا بأول وفي محاكم مستعجلة إلى جانب أيضا أنه لابد أن يكون هناك تضافر في الجهود المواطنين الضحايا لابد أن يكون هناك بلاغات لابد أيضا أن تكون هناك نوافذ مفتوحة لتلقي هذه البلاغات هل تم تخصيص نوافذ قانونية مثلا يمكن تقديم الشكاوى من خلالها دعني أقول في يقول أحد علماء القانون أنه كل حق إذ لم يوجد له مؤسسة أو منبر يمر من خلالها يصبح حق معطل إذا القضاء لا يوجد ويمارس دوره كما يجب كل حق من حقوق الإنسان لأنني أحدثك الآن عن ضحايا مثلا بالضب واقعين تحت سلطة هذه العزاب الكهنوجية ضع نفسك في مكانهم ما الذي يستفعله هناك أولا نحن نتحدث عن الآليات التي هي موجودة هناك آلية وزارة حقوق الإنسان فيما تعلق بالتحقيق والرصد وهناك بشكل دستوري ويعتبر هذه الهيئة الوطنية للتحقيق من تحقيق حقوق الإنسان يعد عملها أعلى من سلطة الحكومة ما هي الآلية؟ هذه دورها أن ترفع تقارير ثم تصبح هذه التقارير ملزمة لكل مؤسسة دولة على العمل بموجبات أنا أحدثك الآن عن ضحايا موجودين في المناطق التي تقع تحت سيدرة هذه الميليشيات كيف سيتم أخذ حقهم وكيف سيتم إيصال هذه البلاغات والشكاوة؟ ما يجب الآن على اللجنة الوطنية للتحقيق من وجهة نظر الشخص أنه يجب في التقارير الذي سيصدر مؤخرا بعد كل هذه الجرائم التي حدثت وصبحت شكل رئي عام أنه يجب أن توصي لجنة التحقيق في الانتهاكات أنه يجب إنشاء محكمة للنظر في القضايا المستعجلة ويبدأ مباشرة البت فيها لم يعد لا يمكن لهذه الهيئة رغم أنها تقوم بعمل جبار حقيقة وفيها أشخاص جيدين لكن صعبة الوصول إليها يعني لا توجد قنوات للتواصل معها لا يوجد ألف هناك أرقام مثلا معي يوجد أرقام ولديهم راصدين وهم ينزلوا إلى كافة المحافظات يعمل لقاءات المحافظات أي محافظة؟ أحدثك عن الضحايا الموجودين تحت سلطة هذه الميليشيا كثير من الأشياء سيتم التسطر عليها بالفعل لكن بالإمكان أن مثل ما خرج هذا الموضوع للرأي العام بإمكانه أن يصل إلى هذه المناطق المخصصة المهم أن يتم البتة الآن بإعداد الآليات القانونية للتقاضي لا بأس أن تستمر اللجنة في عملية والوزارة فيما يتعلق بالرصد والتوثيق لكن يجب أن يرافق هذا العمل محاكم جزائية للنظر في هذه الجرائم المستعجلة إذن هناك آلية التوثيق والرصد تنسير بشكل جيد داخل الوزارة وداخل الهيئة الوطنية للتحقيق ولكن يجب أن يرافق هذا العمل عمل قضائي موازي وفي هذه الحالة حينما يتم البتة في القضية الأولى البتة في القضية الثانية سيتشجع المواطنين حتى والمواطنات الذين تعرضوا للانتهاكات بما فيها انتهاكات الاقتصاب والتعذيب أو نهب الممتلكات سيضطرين إلى اللجوء إلى هذه المحكمة حينما تشكل لها بارقة أمل بدون أن يتم ماذا عن الحقوق الأخرى وعن الانتهاكات الأخرى ما يتعلق بتجديد الأطفال وإرسالهم إلى الجبات وهم في سن صغير طبعا ستستمر الحوثيون هم جريمة مكتملة سواء الفكر الحوثي جريمة مكتملة سلوكهم جريمة مكتملة واقعهم اليومي وأداءهم العملياتي على الأرض جريمة مكتملة الأركان ما الذي يمكن أن يكبح جماحة هذه الجماحة ستستمر بارتكاب كافة صنوف الجرائم بشكل يومي ومستمر ومنهج وبطريق استراتيجية حتى تقضي على خصومها ولن يتم ردعها إلا في حالة واحدة أن يتم هزيمتها عسكريا وأن يتم نزع أسلحتها بدون هذا الحد سيستمر تجنيد الأطفال سيستمر انتهاك على ظليمنيين سيستمر السطو على مؤسسات الدولة وتدمير ما تبقى من الأراضي التابعة على الدولة وخص خصتها لمصلحة هذه الطبقة ستستمر السوق السوداء ستستمر خص خصتها المؤسسات الاقتصادية ستستمر تدمير البنية التحتية للرأس مال الوطني وتهجيرهم من الخارج ستستمر العقول بالهجرة سيستمر بسرقة الغاثة الإنسية الغاثة الإنسانية سيستمرون بتطييف التعليم سيستمرون باقتصاب المؤسسات سيستمرون بفرض الإتاوات والجمارك والضرائب على مداخل المدن التي يسيطرون عليها بشكل تعزفي سيفعلون كل شيء هناك حالة واحدة إذا لم يهزم الحوثيين بشكل عسكري ستستمر هذه الجرائم ما يحدث من مواقف الأمم والتحدة في هذا عبارة عن ترقيع عبارة عن تخفيف لهذه المعاناة الإنسانية لهذه المعاناة الحقوقية لكنها لا تؤدي إلى حل حاسم ظهور عصابة ما يسمى الزينبيات وحشا للسيدة زينب أن تنتسب لها هذه العصابات التي انتهكنا أعراض اليمنيات هذه العصابات ظهرت تحت مسمى أنه يعني أخلاق اليمنيين وأنه تفتيش النساء يكون عن طريق النساء وكذا لكن ما الذي حدث؟ هل هؤلاء النساء أو هؤلاء الزينبيات كنا حريصات على عراض اليمنيات أم كنا عامل أيضا أساسي في هذا الانتهاء؟ نحن نتحدث عن جماعة مليشاوية تعمل خارج القانون وتعمل خارج الدولة المعروفة والمتعرف عليها أو هذه الدولة التي نشأت عبر التاريخ الإنساني وتكونت على ما هي عليه في مختلف دول العالم إذن هذه المليشيات لديها وظيفة واحدة هي القتل، الصد، السرقة، الاغتصاب أنه ليس لديها أي وظائف أخرى لا يوجد لهذه المليشيات وظائف أخرى خارج هذه الوظائف الرئيسية التي تقوم بها ضد المجتمع اليمني وبالتالي أنشأت كل هذه المجامع فقط لتحقيق هدف واحد مركزي وستراتيجي والسيطرة على هذا المجتمع ونهب ثرواته وإخضاعه واستعباده لا يوجد لديها أي هدف آخر الهدف النهائي أو الغاية التي أنشأت منهج لها هذه الجماعة والفكرة التي يؤمن بها هي استعباد المجتمع اليمني واصل به وحقه في الحياة لدرجة رئيسية التقارير الحقوقية تقول أنه تحدثت عن تعرض للأستجينات كافة أنواع التعذيب الجسدي ضرب عصاة كهربائية وسلاة كهربائية وصف وإيقاف التنفس بالخنكة وإغراقها في الماء يعني أشياء أعتقد أنه مثل الأفلام التي نشوفها لا أحد تصدق أن هذا الكلام يتم في اليمن وبأيدي ليس فقط يمنيات وأيضا يمنيين يعني مشاركة في التعذيب يعني هذه الزينبية هل يتوقف دورهم فقط عند مسألة الإبلاغ عن الفتيات أو عن الأسر أم لهم أيضا مساهمات في هذا أولا دعني أكون صريحا معك على عكس عادة السياسيين لا يحبون قول الأشياء بصراحة أنا أحزل جانب الحقوقي أكثر من شيء آخر وبالتالي دعني أجيبك في هذه النقطة بصراحة أولا نحن نتحدث على انقسام حدث شرخي كبير جدا داخل المجتمع على أساس الهوية نحن نتحدث عن سلالة تدعي بأنها ليست يمنية ونحن يجب أن نفرق ما بين الجناه والضحايا الضحايا يمنيين لكن بدون تعميم بدون شك الضحايا يمنيين ولكن من يقوم بهذه الانتهاكات هم يزعموا بأنهم طائفة من خارج هذه البلاد ولا يخجلون أن يقولوا نحن ننتمي إلى خارج اليمن هذا معروف في كل الأدبية السياسية الهاشمية السياسية حتى في الأحزاب التي كانوا يمثلونها فيما يتعلق حتى بحزب الحق لا يخجلون أن يقولون ولا يترددون أنهم ينتموا إلى جذر تاريخي خارج اليمن ولديهم خصومة واضعة مع التاريخ اليمنية السبعي والحميري وأيضا الهوية اليمنية المعاصرة إذن من يقوم بهذه الجرائم هم ليسوا يمنيين بالطريقة أو ليسوا مواطنين ولا يمكن أن يقوم بمثل هذه الأفعال شخص سوي وهذه الجرائم إنما تحدث تحت الشرخ الهوياتي الذي هو قيم الآن في البلد هو يرى بأن الله اصطفاه وبأن هؤلاء يجب أن يكونوا عبيد وعليهم أن يطيعوا ما يقول لهم السيد هذا ما يحدث إذن نحن نتحدث على أن الجذر أو على أن الدوافع التي يرتكب من خلالها الحوثين هذه الجرائم هي دوافع عرقية ودوافع طائفية ودوافع حتى دينية ما يتعرض له البهائيين والإسماعيلين مثلا على سبيل المهام المثال أو اليهود في مناطق عمران وصعدة والمناطق التي هي جرائم تدهن ترج ضمن جرائم الدين وأيضا هناك جرائم طائفية يتم استخدام هذه الجرائم تحت بعد وغطاء طائفي هم يعتقدون على أن المنتمين لهذا المذهب أو ذاك من المذاهب السنية إنما هم مرتدين وكفار ومنافقين وأيضا يجب أن يتزال أموالهم وهناك جرائم تتم تحت غطاء مخفي وهو الغطاء العرقي هم يعتقدون على أنهم لا ينتمون لهذا اليمن وبالتالي هذه الجرائم تتم تحت هذا المدرج من يريد أن يحل الدوافع بغير الإشارة الواضحة والصريحة لهذه الجرائم إنما يضلل نفسه هذه الجرائم ليست سياسية ولا يمكن أن تكون سياسية لم يحدث أبدا أن تختلفت جماعتين سياسيتين ثم قامت طرف سياسي معين بكل هذه الجرائم ضد الطرف السياسي الآخر نحن نحدث على أنه في العرف السياسي سواء في السلطة والمعارضة للجماعة السياسية مختلف وفي بلادنا أيضا شهدت منذ قيام الوحدة والتعدية السياسية حتى 2011 نوع من التعدية السياسية لا نقول أنها كانت مثالية ولكنها على الأقل كانت تجربة مضيئة في التاريخ اليمني وحدث كان هناك سلطة وهناك معارضة وكانت تحدث آلية معينة للاختلاف والحوار والتفاهم وحتى وصل إلى حالة التصادم فيما يتعلق بالثورة لكن كان يجري احتواء هذه الاقتلافات تحت الواقع السياسي والمنورة السياسية لكن قال ما يحدث يحدث بشكل مختلف تماما نحن نتحدث عن جماعة تقتل لأن الطرف الآخر لا يحمل نفس الجينات الذي تحملها يقتل لأن الطرف الآخر لا يحمل نفس القناعات والأفكار التي يحملها الطرف الآخر يقتل لأن هذا الطرف لا ينتمي مذهبيا وحتى جغرافيا في بعض الأحوال المناطق التي تشكل لهم الحاضنة إذن نحن أمام جريمة مفتوحة الأركان وبالتالي يجب أن نسمي الأشياء بمسمتها نحن أمام جماعة طائفية بالدرجة الرئيسية عرقية مذهبية وأيضا إرهابية تمارس كل الجرائم بحق كل الفئات المجتمع اليمنية نعم إذن وليد الأبارة مدير رئيس مركز الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان أشكركم تزيل الشكر على كل الإضاحة الضافية التي قدمتها في حلقة اليوم شكرا مدير ذي الله الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام وفيما تبقى من وقت البرنامج يجب أن نأخذ بعض الاتصالات فاصل قصير وأبدأ بتلقي اتصالاتكم ولكن أرجو أن يكون دخول في الموضوع مباشرة فاصل ونبدأ ترجمة نانسي قنقر 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 اعراض اليمنيين جرائم ترتكب في الخفاء لا احد يهتم لا احد ربما يتابع هذه القضايا هناك الكثير من الأنين هناك الكثير من الألم ستواجه بقذ للأعراض سيقال أن هؤلاء الفتيات كنا وكنا وكذا لكي يبتعد الناس عنهم لكي لا أحد يقف إلى جانبهم إذا ما أخذنا جدلا بأن ما ترد به هذه العصابة صحيح لماذا لا توضع هؤلاء الفتيات في سجون الدولة في مباني الدولة نعرف أنها عصابة لكن أيضا هي تدعي أنها دولة لماذا لا تضعها في سجون الدولة ثانيا لماذا لم يتم أحالة إلى النيابة مباشرة إلى المحكمة ما المشكلة لماذا توضع في سجون خاصة أو في فلال خاصة ومحددة في شارع التعزي سمع بعض الأهالي في المنطقة صوت الأنين صوت الصراخ الفتيات من تحت وطأة التعذيب في جوف الليل والجميع يسمع ويتهامسون ويتحدثون لكن لا أحد يحرق ساكنا لا يوجد حد راح مثلا يقول ما معكم في الفلة هذه بأي حاج تعتقل الفتيات هنا بأي حاج ودوهم أمام الله وخارجوا قدام الدولة وحاكموهم عادي إذا في شيء عليهم فضلوا حاكموهم أما أنه تأقض هناك ومن ثم تبدأ المساومة على أعراضهم أول شيء الفتيات يأخذوا مجوهراتها وخلوها تتنازل يأخذوا تلفونها يأخذوا وخلو أهلها يدفعوا فلوس يعني وكل ما كان الواحدة مثلا وضعها مختلف يدفعوا فلوس أكثر نبدأ بأبو أما دمار أبو أما تفضل ألو مرحبا ألو مساك الله وخير عبد مسا النور والعافية ألو أهلا وسهلا تفضل مساك الله وخير مسا النور والعافية صحيح ما نتحدث عنه في حلقة الأمس واليوم وليس مجرد حديث عابر وليست يعني قضية سهلة نتحدث اليوم عن قضية انتهاك للأعراض تحدث عنها عضاء مجلس النواب تحدث عنها صحفيين تحدثت عنها أيضا منظمات ووثقت لهذه الحالات نعم هؤلاء يا أخي يعني والله يا مر أني تحاربت قرية وقرية وأنهم كانوا يحترموا النسوة صحيح ليش ما كانوا نخرجين إلا النسوة يعني المرأة لها الحرمة لا حشمها وهذا قلنا لك يعني اليوم هولا الناس يعني مدري خرجوا من غابة أو إلا أرسلهم الله رسالة يعني متذمنين بأمريكا وإصراعي هولا نسوة هولا لعنة لعنة لم يرسلهم الله لكنها لعنة على الشعب لم يرسلهم الله رسالة يعني أي لعنة لما فتحتها الله على الحديدة ما درينا عايشي نوايا هذا العصابة يا عبد أخي فوقها أولا حرابة أولا من الخلفاء الراشتي قال الله غرتك الأصول يا عبد أخي دلتك الأفاعي غرتك الأصول تديك الأفاعي صحيح هولا فعالهم رسول خوانة نهابة سيراهم في المنابر تقول هولا ملائكة يعني عندما يتحدثوا لك بالصحابة ومجينب وأعمالهم قذره ماذي خاص من الله ما يفعل شيئا كذا يا رجل صحيح تفكي الدماء بانتهاك الحرماء نعم أبو أما أشكرك وأعطي الفرصة لأحمد لأحمد من السعودية أحمد أتمنى أنك تبدأ بإغلاق صوت التلفزيون وتأتي بمداخلتك فضل فضل يا أحمد مسانور العافية فضل فضل يا أحمد مسانور العافية كي حالغا الله يسلمك تفضل أخي أحلام أحلام السعودية أنا عيب أن يمغتر في السعودية ومحافظة حدادة أهلا وسهلا بك نطلب الشرعية أن لا تقرب أي إثفاد على الحوز ولا أطاول الأمم المتحدة ولا أمم المتحدة من الصومان ولا من أفرح السام ولا من برمة ولا فل الحوش أي شيء يصبر الأمم المتحدة هي حراس فنطالب الشرعية حقنا بقال الحكم الأسكري والحوزي هذه من أول حرب من قام 2005 ومواد أبلها في حسب شزرهم هم كذابين مطاعة للتصدير مطاعة للفردوس بس وشدروا بخلق الله للفردوس كذابين ناس يكذبوا أهلا كيف يتغلطون بشعب اليمني شكرا لك لا مصالحة مع هذه العصابة بالتأكيد لا مصالحة حتى الأمم المتحدة لا يمسك بكلامهم شكرا لك أحمد مسألتك واضحة استمع لأبو فيصل مارب السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نساء الحرية فضل أخي فضل الله يسلمك رح نطلع على الشهادة الحد ندخل في الموضوع اليوم حد الحريم والعروض من زمان منتهى كما ومن اليوم سمع الله يعزنا بس لا عارض الدين لاحظة يعني الذي داخل كيف ما كانوا يكون مثلا المساكن يعني يقدر وضعهم الواحد أما إذا ومن حرص أم لا مضغوط الذي هم داخل البلد محافظة المسيطة عائل عودي أنا شاهد كلمة لعبدالله الجفري دفاع الجوي ثنم الطائرة راحة العاد يعني كأن هذا العالم والإعلام والتحالف والشرعية كأن العالم هذا كذب وهذا الحوز يصفح هذا كلمة العقيدة عبدالله الجفري يعني كأنه صحيح في مواجهة إسرائيل وإمريكا من واقع نحن نوجه رسالة نقل أهمية على العار والمعير والدم نوجهها للشرعية وبالذات بدول التحالف إذا أرادوا أن يصونوا اليمن ويعزوا أهل يمن وحريم اليمن عليهم أن يسمحوا للجيش اليمني أن يقاتل هذا لكي كلما تقدموا للجيش في محل ضربه التحالف يعني يريدوا إنهاك اليمن بالعربي من كل ناحية والله يخلوا الجيش يتقاتلوا اليمنين بينهم والبين يشدوا يرفعوا الدمره والعار على المعير والحريم والدم اليمني والله يعينونا كما عانوا العراق زمان على إيران الدول العربية والله يريدوا اليمن تحين مثل العراق يتدمر ذراكي الزمان فهذا واضحوا السلام عليهم شكرا وعليكم السلام يعني العرض اليمنين ليست مباحة ولا يمكن القبول بما يجري وسيأتي الرد سيأتي الرد عاجلا أم أجل أنا أعتقد أنه ستسمعوا ربما خلال الأيام القادمة رد اليمنين لن يسكتوا على ما يجري من انتهاكات هذه أعراض من سكت اليوم سيجدها قدوة في بيته اليوم النائب أحمد سيف حاشد يطالب صراحة يقول إما أن تحموا أعراضنا أو تفسحوا لنا المجال اللي نغادر صنعا أضعوا مجلس النواب وعندوا حصانة هناك أيضا من الصحفين المحسوبين على هذه الميليشيا من استنكروا لأنه في ناس مثلا لو أطماع سياسية لكن في الجانب الأخلاقي ما يعني ما بيوصلش لهذا المستوى يعني فأحنا نحن 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 لديه شيء من الأخلاق والسياسة تأخذ حقها لا ننكر على أي شخص طموحة السياسي أنه ممكن يريد أن يحكم في البلد أو يكون وزير أو يكون مش عارف لا مانع لا مشكلة المشكلة عندما تريد أن تحكم بالقوة وتفرض على الناس خياراتك وتفرض على الناس رغباتك لا هذا الكلام غير مقبول أخذت سأل آخر ألو أهلا ونسألة تعرف عليك من عفاش عفاش طيب تفضل انت على الهواء من أين ألتصال ما سألكم الله بالخير ما سنور العافية مساء الخير يا عبد الولي ما سنور العافية تبحاء لك الله يسلمك الله يحفظك من أول عمرك إن شاء الله ويحفظك من كل شهر الإسم الكريم أنا أشكرك أنا عفاشية أهلا وسهلا عفاشية من أين من من داخل الأمخات الله معك إن شاء الله الله يحفظك طويلة عبرك أنا أشكر آخر أشكرك من كل قلبي وأشكر زعيم أشكر دفت العاجل نبور أحضف العاجل الله يحفظكم يا رب الزعيم ما له والله يحفظكم من كل شهر وأن دعي رب العالمين يزيل الجرز ما عادل يفتل اليمن آمين يا رب ونهايتهم قريبة بإذن الله إن شاء الله آمين يا رب الله هنا في أزمة خلانجة في جمتة بمال أزمة وقير ما عربحوش إن شاء الله ما يربحوه ما عربحوه ما يربحوه ما من ظلم الناس والله ما يربح نتمنع كلنا يا عبد الولي الله يعوضنا خير الله يعوضنا خير اليمن وبناء هيكلة طائفية مذهبية كنها كاليمن واليمنيين وادخلنا بدوام حرب لا أولى ولا آخر في اليمن الحوثيين لا يؤمنوا بالسلام ولا يؤمنوا بكلمة دولة حديثة أو دولة مدنية أو أي شيء يعطي الأمن والاستقرار اليمن عندهم أوامر من إيران أنه اليمن لا يكون أمن ولا استقرار فيه نازم يكون اليمن على طول في زعزعة وانحراف وانقتال بين اليمن وبعضهم وبعضهم يعني كاتزاز للمملكة العربية السعودية هي تبغى 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 للمملكة العربية السعودية بدماء اليمنيين بدماء اليمن وأنقاب اليمن دخلت اليمن بين مساومة بين المملكة العربية السعودية وما بين إيران ياتبغون السلام باليمن نازم تمشون أجنزتنا اللي نحن نبغاها انتعرف يعني المشاكل اللي حصل بين المملكة العربية السعودية وبإيران ونحن الضحايا نحن اليمنين ضحاياة هذا الحرب بين المملكة العربية السعودية وبين إيران نحن الحرب الساحة هي باليمن مع الأسف إيران اخترت الساحة تكون باليمن ونحن بالأول والأخير نخسر آلاف من اليمنين الأبرياء بسبب طموح إيران التوسعي باليمن عشان تكون بوابة تقدر تهجم على المملكة العربية السعودية وعلى دول الخليج وهدفها دعم الحوثيين وتقويض الدولة وتقويض كل ما هو سام باليمن هو جكارة تجاكر المملكة العربية السعودية على حساب اليمنيين إيران كلامها واضح اتجاه المملكة العربية السعودية أنه لا سلام باليمن لا استقرار باليمن كله عشان إيش تعملها الجكارة على المملكة العربية السعودية شيء بين السعودية وإيران نحن أجد أن بنا نحن اليمن ندفع فاتورة الحرب ودمر بلادنا واعتداء على عراضنا واعتداء على بيوتنا الآمنة وعلى يعني صراحة اليمن دخلت في حرب استغفر الله العظيم شيء لا يطاق السعودية آمنة واستقرار والله يحفظ بلدهم إيران آمنة واستقرار ونحن اللي جالس نتقاتل نتناحى المباشر إذن على اليمنين أن يتنبهوا ويكونوا يعني واعين الحل أنه اليمنين يتوحدوا يتوحدوا يد ووحده لا نقدر نواجه أدبار إيران باليمن ونقدر نوقف نحن في الحال مشتتين اليمنين مع الأسف مشتتين يعني يقولك نحن نوقف مع الشرعية الشرعية 80% ماسك المناطق الجنوبية ولا عامل فيها لا أمن ولا استقرار فيها اكتيالات فيها تحجيرات فيها أشياء الأولى الأخيرة الحكومة الشرعية ما ينتواجد بالجنوب ما فيها غير الحجام الأمني اللي عامل أباطة وضلطقة بالوقت اللي مفروض أن احنا نتناسج يروح حناب ونتسامع ونتلفت لأدونا الواحد هو الحوثي الإيراني اللي قالت في مصدق اليمن رسالة واضحة يا عماد رسالتك واضحة نشكرك وأخذ الأتصال الآخر من دمار أبو أحمد أبو أحمد ما سنور والعافية أهلا وسهلا اتفضل الله يسلمك الحمد لله بخير اتفضل يا سيدي أنا بينك شلال برنامي لكن ما يتحلنا هذا الشقاء والجفاء والأمور هكذا ما ينبعش بنا نحنا إبراهيم إبراهيم الحديدة آخر المتصلين الله السلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته وأنا أثني والله على كلام الأخ اللي تكلمه الآن أنا إيران وما تعمله وما تكصد به تبتز السعودية اليمن والسعودية وجهان لعملة واحدة نحن والسعودية وجهان لعملة واحدة إيران إيران إذا اليمن كوي مش قادرة على السعودية يعني تبتز السعودية حتى إذا ما صار اليمن إلى 10 دولات 12 دولات له وخمس دول فكساء إيران تستفرد بالسعودية ولكن إذا فيه يمن كوي السعودية تستطيع أن تدك إيران ذك هذه رسالة أنا أوجهها لشعب الجزيرة العربية نعم كوّل يمن كما كان يقول الزعيم الظهر الدافئ راح الظهر الدافئ إيران إذا راح اليمن نكشف ظهر الخريج نعم نكشف ظهر الخريج والحرمين الشريفين أقول لها لا محابة ولا مجاملة ولا خايف هم على يمن يفهموا أنه ليسوا بمأمن نعم إذا اعتقدوا أنه البعض اليوم اللي بيحاول أنه هو يعني يتفرج أو أنه يكون كذا لا أعبا خذ كلام واحد عمره أي دولة 57 سنة عمري إيران يحجون بيت الله العرام متماسكين ومزازعين الأمن في داخل السعودية نعم يقول لنا الموت الأمريكا والموت الإسرائيل في عرفات الله إذا حجوا الإيرانيين يسببوا مشكلة وكلاكل وبلابل السعودية داخل الأمن في أمن هذا الداخل طيب إحنا خلينا في ما يخصنا إحنا في اليمن ما لهذاه هذا هو أمن اليمن هو أمن للجميع فعلى الجميع أنه يتنبه السعودية تكوّل يمن وتحمي ظهرها اليمن من أجل أن تلتفت الإيران وخزع بلاته وكل دين نعم والسلام عليكم شكرا جزيلا لك إبراهيم تصالك أن مسك الختام أتمنى من كل المشاهدين وكل المستمعين أنه يهتموا في هذا الموضوع التي طرحناها اليوم قضية الفتيات المختطفات لا يخيفوكم لا تقلقوا بشأن تلك التهم الباطلة والقدفة الذي يوجه للفتيات هي تهم سياسية وكيدية هم كانوا يعتقدون أن لا أحد سيجرأ على أن يصرخ في وجه هذه العصابة كانوا يعتقدون أنهم أكبر من أي تصرفات مثلا فيها مفهوم الديمقراطية أو الحرورية أو شيء يعتقدون أنهم قضوا على كل ومضة أمل داخل المجتمع لكن النساء مرغنا أنوافهم في التراب وخرجنا بتحدي ربما هذا سبب الحملة عليهم فلا نكون إحنا أضعف ولا نكون إحنا والحوثيين ضد النساء كونوا عندوا مستوى المسؤولية من استطاع أن يقف إلى جانبهم فليقف بهذا نصل إياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقة اليوم ولقاكم في حلقات قادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة